التزامنا على خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية نهائيا هذا الأمر يجب أن يصاحبه خروج القوى السياسية من المشاركة في مرحلة اتقالية استجابة لمطلب الثوار العسكر للسخنات والأحزاب للانتخابات هكذا حاول البرهان تطمين الثوار على المرحلة التي سطر خريطة طريقها الاتفاق الإطاري الذي وقعه العسكر مع بعض القوى المدنية اتفاق حمل كثيرا من الأمل للأطراف التي وقعت عليه كما حمل كثيرا من التوجس لقوى الثورة التي نزلت الشارع رفضا له في أول رد فعل على ما جاء فيه القوى التي وقعت الاتفاق ترى أنه حقق ما كان يحلم به السوار في ظل تعهدات العسكر بالخروج من المشهد والعودة إلى سكناتهم وفي المقابل خروج الأحزاب السياسية التي فشلت منذ أشهر في التوافق على أطر تحمل السودان إلى مسار بناء دولة ما بعد البشير وترى فيه الحل للخروج من الأزمة التي يعيشها السودان منذ ثورة ديسمبر لا سيما وأن المجتمع الدولي يدعم ذلك في المقابل ترى القوى الرافضة للاتفاق أنه شبيه باتفاق الصخيرات الليبي الذي دعمه المجتمع الدولي كذلك لا سيما وأن تجربتهم مع الوثيقة الدستورية لعام 2019 لم تكن أفضل حالا من الاتفاق الليبي مع الانتقادات المستمرة لها وانقلاب العسكر عليها والتخلي عنها من قبل تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وهو ما أوصل السودان لاتفاق الأمس وسواء نظر إلى الاتفاق على أنه الأمل أو أنه كسابقيه من الوعود فإنه كشأن أي اتفاق سيكون أمام اختبار الوفاء به والحيلولة دون النقوص عنه من أي طرف وتحويل النصوص إلى أفعال حقيقية تحول قناعة المقتنعين إلى يقين ومعارضة المعارضين لتأييد أو حياد خصوصا أن الشارع الثوري السوداني فقد الثقة تماما بعد تجارب مريرة في سنوات من التضحيات التي قدمها من خيرة شباب وطن كل أمل أبنائه أن يحيا كما يجب أن يحيا الإنسان في المجتمعات المتقدمة ما استطاعوا لذلك سبيلا